اشتركوا في القناة اتخرجت من الجامعة وندميت لوالدي صرنا نفكر بالمستقبل مع بعض انه نحن نحاول نخطي خطوة انه نطور المكان اللي نحن في هذا العمل فانتقل حاولنا انه نخطي لحتى نبني مكان حديث يتسع لعدد اكبر من العمال ضمن ظروف بيئية واجتماعية وتسهيلات للعمال بما يتناسب مع العمل ببلدان المتطورة نقول بنفس الموعية الصناعة انشأنا الحمد لله منصنا عنا موزجي وحضرنا فيه كل التسهيلات لعمالنا حضاني للاطفال نفس الوقت عملنا الرعاية صحية يعني دائما الحمد لله عنا طموح انه نحن دائما لازم الواحد يفكر انه بده يمشي لعددان الحمد لله قدرنا انه نطور جودة المكان والموقع والظروف اللي منقضي فيها 8 ساعات العمل قررنا ان احنا لازم نطور طريقة تنفيذ العمل وحصل على جودة اكبر اعملنا عقد مع شركة اسبانية وبعتنا مجموعة من الشباب ومجموعة من الشابات وكاننا كثير فيه تعاون جيد واستمر هذا التعاون ونتنقلنا هالخبرة كله ياتا وساعوا وتطور المعمل وطورنا كل شي عنا الى دخلنا فيه كومبيوتر بكل الأقصام طورنا مثلا نظم الرسم والتصميم والتفصيل طبعا في بداية العمل انا واجهني عدد من المعوقع أبي رجل أعمال معروف وصناعي كبير ودقوب على عمله وتموح ومشي بس كان نفس الوقت اشعر تماما انه العمال والعناصر الإدارة عنا كان صعب عليهم يتقبلوا أول الشي انه فيه امرأة هي بدا تجي تعمل على شباب او رجال انه هي بدا تعطيهم شو خطة العمل اللي بدا تكون هي الرئيس وهن المرؤوسين بالنسبة لها مع الوقت طريقة اسلوبنا شمان بالعمل نحنا انه نحنا متعامل مع الجميع انه نحنا عائلة وحدة في انه هدف واحد هو مصلحة الشركة ونجاح الشركة دوما وانتشار هالمنتج تبعنا بمستوى المنتاز وجودتها العالية حتى يطلع من هالسوق المحلي وينتشار وهو هذا الحلم الحمد لله اللي قدرنا انه نحققه شركة اسيل هلأ بسوريا هي رقم واحد والحمد بالله هي رقم واحد على محتوى الشرق الأوسط وكل البلاد العربي طبعا والدي هو الشخص الاول بهالحيات اللي هو دفعني لحتى اني انا قدر اوصل لهالمركزهات اني صرت انا سيدة اعمال معروفة بسوريا ونفس الوقت انا الحمد لله درت اني اسبت موجودية على مستوى مجالس الأعمال في سوريا وكلفت مشكورة يا الحكومة بمجلس الأعمال السوري الإسباني اني انا نظمه وعما نشتغل حتى رقدر محسن علاقات الاقتصادية بين سوريا وإسبانيا انا كامرأة وكمان املة اطفال فعندي مهمة مهمتين عندي مهمة كبيرة تجاه المجتمع ان عندي عائلة ولازم ان اكون استثماري الاول هني اطفالي وعطيهم حقهم ونفس الوقت انا تجاه عائلتي انو انا واختي مستلمين مع بعض هذا العمل كمان هاي فبيجي ضغوط كتيرا الواحد بس من نفس الوقت اذا هو حاطت بباله في فكرة معينة انو انا لازم نظم اموري لازم لاقي حل ما وقف انا واجه الصعاب واستسلم فاكيد بلاقي حل ما يقدر يكمل الامام ولا يتراجع لوراقه ويوقف وخلص ويتناسل عن المهمة اللي هو ماشي فيها احنا بي انو انا شركة اسيل اصير عالمية اكثر مزبوط انو في عنا الحمد لله زبائن بكثير من الدول الاوروبية وستين بالمئة من اتاجنا حول العالم بس انا بتمنى اكثر انو اصير فيه تنتشر ببلاد الاوروبية وبلاد الموضع اني شوف بوتيكات محلوط عليها اسم الماركة تبعنا اشتركوا في القناة